موسيقى أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نبدأها بالعنوين من الصحوة نت ميليشيا الحوثي تقصف مخيما طبيا بالخوخة وسقوط قتل وجرح مدنيين في تقرير بمناسبة يومهم العالمي 20% من المعلمين اليمنيين تركوا المدارس وذهبوا إلى جبهة القتال ومن البي بي سي مدير بنك إيطالي يحول أكثر من مليون يورو من أرصدة الأغنية للفقراء ومن أخبارنا المنوعة أمريكية أغضبها حبيبها فأحرقت أربعة مجمعات سكنية وشردت 130 عن بيوتهم موسيقى أهلا بكم والبداية من آخر المآسي التي تتعرض لها الصحافة اليمنية حيث اغتيل أحد الصحفيين اليمنيين في الضالع ونطالع من المصدر أو المصدر أونلاين يدين اغتيال مراسله في الضالع الزميل زكي السقلدي حيث أصدرت مؤسسة المصدر للصحافة والنشر بلاغا صحفيا دنت فيه جريمة اغتيال مراسل موقع المصدر أونلاين وصحيفة المصدر بمحافظة الضالع وفتح مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية النار بشكل مباشر على الزميل السقلدي أمام سنترال الضالع في الشارع العام بينما كان في طريقه إلى منزله ليسقط شهيدا على الفور وقالت مؤسسة المصدر الذي يعد موقع المصدر أونلاين صحفية الإلكترونية لها أن جريمة اغتيال الزميل السقلدي يأتي ضمن مسلسل إسكات صوت الحقيقة والتضييق على حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير في بلد يتذيل ترتيب البلدان في حماية الصحفيين وحرية الصحافة وطلبت في بيانها السلطات المحلية والأمنية في الضالع بالقبض على الجناه والكشف عن هويتهم كون العملية جاءت في الشارع الرئيسي بينما تشير ملابساتها إلى أن ذلك جار بعد ترصد للزميل السقلدي ننتقل إلى صحيفة أخبار اليوم ونطلع في أبرز عنوين صفحتها الأولى السفير العمراني انقلابي المجلس الانتقالي لا يقلون خطرا عن الحوثي ومن الضالع اغتيال قيادي إصلاحي بالضالع والحزب يطالب بإنهاء حالة الفوضى في المناطق المحررة وأيضا عنوان الأمم المتحدة تدعو إلى إنقاذ العملة اليمنية قبل الوصول إلى نقطة اللاعودة وعنوان أخير التحالف يطالب الأمم المتحدة بإدانة جرائم ميليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني وداعا زملاء المهنة تحت هذا العنوان كتب يوسف عجلال مقالا تنشره بالقيس متحدثا عن آخر ضحايا الصحافة الصحفي زكي السقلدي وقال يوسف جبناء انتزعوا روحا بشوشة لصديقي وزميلي زكي السقلدي بكل دناءة وخصة لم يعلموا أن الحياة حقيرة لا تستحق كل هذا الإجرام فيوما ما ربما قريبا أو بعيدا سنرحلوا لكنهم فقط استعجلوا رحيلك يا زكي تربطني علاقة بزميلي زكي منذ أكثر من ثمانية أعوام ومثله ربطتني علاقات مماثلة مع زميل الشهيد عبدالله القادري أتذكر في عهد صالح حينما كان يقصف جنود ضبعان منطقة سناح في الظالع كان زكي يهاتفني يوميا لينقل للأخبار التي كنت أنشرها في موقع المصدر أونلاين وكنا في حديث مستمر خلال السنوات الماضية ومثله عبدالله القادري الذي ارتبط تواصلي به من بعد 2011 حينما كان يرسلنا من مأرب ها أنا أودع زميلا جديدا ارتبط اسمه وصداقته وتواصلي به عبر عمل الصحفي وبالتحديد مع المصدر أونلاين بعد أن كنت قد ودعت من كانوا يعملون مراسلين مع الموقع الآن أصبحوا أربعة فارقونا بأجسادهم لكن أرواحهم لا زالت ترافقنا عبدالله قابل ذمار الحوثيون وضعوه درعا بشريا مبارك العبادي الجوف قتلوه بقذيفة حوثية عبدالله القادري مأرب بصاروخ حوثي زكي السقلدي الضالع برصاص مجهولين ربما يوما ما سأكون مرثيا وسيعز الجميع بوفاتي لكن المؤلم أن تموت عبر قاتل مأجور يلتقي حفنة عفنة من الأموال بمناسبة اليوم العالمي للمعلم والذي صادف الخامسة من أكتوبر الجاري ما الذي يمكن قوله عن المعلمين غير تذكر ما يتعرضون له من اعتداءات وعنوان موقع الحرف 28 مقتل أكثر من 1300 معلم منذ بداية الحرب في اليمن حيث كشف مركز الدراسات والإعلام التربوي في اليمن عن توثيقه مقتل أكثر من 1300 معلم خلال الحرب الدائرة في البلاد منذ مارس 2015 وقال المركز أو مركز الدراسات في بيان الله بمناسبة اليوم العالمي للمعلم منذ مارس 2015 قتل أكثر من 1300 معلم وهجر ونزح حوالي 26% من المعلمين داخليا وتعرض قرابة 3600 للاعتقال والإخفاء القسري وذكر البيان أن 20% من المعلمين تحولوا إلى ممارسة أعمال قتالية فيما لاجأ المئات إلى ممارسة أعمال أخرى بعد أن توقفت مرتبات أكثر من 170 ألف تربوي منذ أكثر من سنتين واعتبر البيان انتهاك حقوق المعلمين قبل أن يكون انتهاكا صارخا لمنظومة حقوق الإنسان هو انتهاك لحاضر ومستقبل اليمن إذ أنه ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على العملية التعليمية ما يعيق تطبيق قانون التعليم لملايين الأطفال ويحرمهم من مستقبل أفضل نطالع في موقع الصحوانت من محافظة الحديدة ميليشيا الحوثي تقصف مخيما طبيا بالخوخة وسقوط قتل وجرحا مدنيين قال الموقع استشهدت امرأة وأصيب مواطنون آخرون عقب قصف شنته ميليشيا الحوثي على مخيم طبيا بالحديدة قالت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي قصفت المخيم الطبي الذي أقامه مركز الملك سلمان في الخوخة ما أسفر عن استشار امرأة وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة يذكرنا ما يحدث الآن في عدن وما حولها بما كان يحدث في صنعاء وما حولها في صيف وخريف 2014 هكذا يستهل السفير اليمني في الأردن علي أحمد العمراني مقاله المنشور في الموقع بوست مضيفا انقلابيون المجلس الانتقالي لا يقلون خطرا عن الحوثي وقد يزيدون عليه في الخطر إذا ما تخيلنا حجم الفوضى الإضافية التي قد تنجم عن أجندتهم ونواياهم المعلنة تتذكرون أحداث يناير الماضي في عدن وما أسفر عنها من مآسي لكنها بسيطة قياسا بما قد يكون فوضى عارمة طويلة الأمد كان الانتقاليون إلى قبل أيام يرددون إنهم مع شرعية الرئيس هادي والمشكلة عندهم هي الحكومة والغلاء والفساد مثل ما قال الحوثيون وهم يطوقون صنعاء تشابهت الأقوال والأفعال وأساليب الخراب وأسبابه لكن الانتقاليين قالوا في بيانهم الأخير إنهم فكوا الارتباط بكل ما يمت للشرعية بالصلة وإنهم جاهزون للمواجهة الشاملة ووضع اليد على كل شيء التحالف العربي وحده القادر في هذه اللحظة الاستثنائية الخطيرة في تاريخ اليمن وظروفها على إعادة الأمور إلى نصابها ولجم جنون الانتقالي قبل أن تستفحل الأمور وتتفاقم الأخطار وتتعمق الفوضى المستفحل أصلا ويتسع الخرق على الراقع ولنا أن نتخيل الحال في اليمن اليوم لو أن التحالف العربي تدخل بحزم في الوقت المناسب قبل اكتياح صنعاء ولا ننسى التذكير هنا بما نتوقعه من الأشقاء في جانب الاقتصاد الذي يدمر ما تبقى من حياة اليمنيين وكرامتهم مع تقديرنا وشكرنا لكل ما يقدمونه حذر موقع الأصوات العالمية من أزمة مياه حادة في اليمن بسبب الحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من ثلاثة أعوام وقال الموقع في تقرير الله ترجمه للعربية الموقع بوست لقد أثرت ثلاث سنوات من الحرب بلا شك على مصادر المياه حيث تم استهداف الخزانات وخطوط الأنابيب باستمرار تتساءل ناشطة حقوقية في العاصمة الصنعاء في محادثة مع موقع الأصوات العالمية ما الذي يكون أسوأ من عدم امتلاكك أفسط حقوق الإنسان الأساسية مثل الماء وبحسب الموقع فإن صنع من بين أكثر عشرة مدن ندرة في المياه في العالم وهي معرضة لخطر الجفاف في غضون سنوات قليلة حيث يستهلك اليمنيين 95% من الماء أقل من متوسط عدد المقيمين في الولايات المتحدة وأشار التقرير إلى أن سوء الإدارة يساعد أيضا في تفسير الوضع المتدهور لطالما كان التنقيب عن المياه الجوفية المحدودة هو القاعدة بالنسبة للحكومة اليمنية ومن غير المحتمل أن تقوم السلطات بتنفيذ استراتيجيات أكثر استدامة مع احتدام الحرب ذكر التقرير أن المياه بالفعل مكلفة للغاية في البلاد حيث يدفع المواطنون العاديون أكثر من 30% من دخلهم لمجرد تزويدهم بالمياه إلى منازلهم أي أنه أعلى معدل في العالم ومع تعمق الأزمة يقول موقع الأصوات العالمية لقد قام كل من الحوثي والقوات المدعومة من السعودية بإعاقة توصيل المساعدات الإنسانية التي تتكون من الغذاء والماء مما ترك العديد من اليمنيين دون خيار سوى تخزين أكبر قدر ممكن من المياه وفي معظم الأحيان في ظروف غير صحية نزعات شعبوية يصنعها إعلام مختلف تحت هذا العنوان كتب أستاذ في علم الاجتماع بجامعة الكويت محمد الرميح مقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط لم يعد السياسي يحتاج إلى كاتب خطب أو صحفي قدير بجانبه أو حتى بالدعوة إلى مؤتمر صحفي كل ذلك أصبح أو سوف يصبح قريبا شيئا من الماضي يكفي أن يكون له اتصال على الإنترنت وجهاز ذكي صغير في يده يواصله إلى العالم وليس جمهوره فقط في الغالب فإن نشرات الأخبار في دول العالم تهتم بالقضايا المطروحة على مجتمعاتها ونادرا ما تعطي قضايا أخرى إلا فيما ندر أولوية في صدر نشرات الأخبار إلا أن الملاحظ أن كل نشرات الأخبار في معظم ثقافات ودول العالم في الآوينة الأخيرة تشترك في قضية واحدة هي ما يطلق عليها إدمان التكنولوجيا الحديثة وفعلها السلبي فما فعله الإنترنت في رفع القرن الأخير في سلوك الإنسان لم يفعله أي اختراع إنساني سابق قد يتجاهل البعض أو يخفف من تأثير وسائل الاتصال بأشكالها المختلفة على تشكيل رؤيتنا وقيمنا ومواقفنا من الحياة وقد تسارع ذلك التأثير منذ زمن الإعلام المطبوع إلى زمن الإعلام الإلكتروني من الصحافة إلى الإذاعة إلى التقنية في الصحافة استجابة الجمهور لا تتسم بالتوافق الزمني لأن الكل يقرأ الجريدة في زمن آخر وفي الإذاعة تقارب الزمن أما الاتصال الإلكتروني فقد تطابق الزمن لدى المتلقي آخر الكلام كم من المعلومات المسمومة التي تتدفق على العقل العربي لم أسمح حتى الآن أن موقعا يسمى الناطق الرسمي يتجاوب معها بكفاءة وسرعة عادة يأتي النفي بعد أن يكون الآخر قد استطاع زرع الشكوك إلى الأخبار المنوعة حيث نطالع من البي بي سي مدير بنك إيطالي يحول أكثر من مليون يورو من أرصدة الأغنياء للفقراء قال موقع البي بي سي ناجا مدير بنك إيطالي سرق من الأغنياء لإعطاء الفقراء من السجن بأعجوبة وكان كيلبريتو باسكيرا مدير بنك في بلدة فورني دي سوفرا الجبلية الصغيرة حيث سرق نحو مليون يورو على مدى سبع سنوات ونقل باسكيرا مبالغ مالية صغيرة من الحسابات المصرفية للعملاء الأثرياء إلى العملاء الذين لا يملكون أرصدة كافية تمكنهم من الحصول على قروض ووفقا للبي بي سي فإن الرجل لم يحصل على أي أموال لنفسه ونجى من السجن بعدما قدم للسلطات إقرارا بالذنب وقال باسكيرا وفقا لصحيفة إيطالية لطالما اعتقدت أنه بالإضافة إلى حماية المدخرين فإن مهمتنا هي مساعدة المحتاجين وأصدرت المحكمة حكما عليه بالسجن لمدة عامين بسبب جرائمه ونظرا لأن هذه هي المخالفة الأولى له ولأن العقوبة كانت قصيرة نسبيا فلن يسجن باسكيرا بموجب القانون الإيطالي لكن القصة لم تنتهي بشكل جيد للرجل الذي وصفته بعض الصحف الإيطالية بأنه روبين هود العصر الحالي وقال محاميه للبي بي سي أن موكله فقد منزله هو وظيفته وأضاف لقد أراد مساعدة الناس الذين لا يستطيعون الحصول على قروض بالطريقة العادية يبدو أنه ليس فقط ومن الحب ما قتل بل أيضا ما أحرق وشرد ففي خبر نشرته صحيفة القدس العربي أقدمت امرأة أمريكية على إحراق أربعة مجمعات سكنية وتشريد 130 عن بيوتهم لأنها انزعجت من صديقها السابق قالت الصحيفة أن امرأة من ولاية ميرلاند أضرمت النيران في أربعة مجمعات سكانية بسبب انزعاجها من صديقها السابق ما أسفر عن تشرد 130 عن بيوتهم وخسائر مادية وصلت إلى 2 مليون ومئتي ألف دولار واعتقلت الشرطة ناتشا سياء جوينيرث ذو 32 عاما وقال محققون أنها بدأت الحريقة في مجمع سكني في منطقة نيوك كارلتون ما أسفر عن تدمير أربعة مباني واستجاب رجال الإطفاء في مقاطعة برنس جورج للرد على مكالمات نجدة تطلب المساعدة من ثلاث مديريات إطفاء واستغرق الأمر أكثر من ساعتين للسيطرة على ألسنة اللهب سرعا ما قرر المحققون أن الحريقة كان متعمدا ولم يصب أحد بأذى لكن المسؤولين اكتشفوا أن جوينير شرعت في الحريق لأنها كانت مستاءة من صديقها السابق حسب ما جاء في بيان صحفي من إدارة الإطفاء في مقاطعة برنس جورج ووجهت تهمة الحرق من الدرجة الأولى والثانية والحرق الخبيث من الدرجة الأولى والتدمير للممتلكات وتعريض العامة للخطر ولم يتضح على الفور ما إذا كانت جوينير أو صديقها يعيشان في المجمع السكني هوان المجتمعات تحت هذا العنوان كتب إبراهيم جابر إبراهيم في صحيفة الغد هل ما زال بعض النساء يتحدث عن المساواة؟ خفت الصوت قليلا فوضع الرجل العربي لم يعد مبهجا ومغريا إلى ذلك الحد الذي يجعل المرأة تحسده عليه وتطالب بمساواتها به حتى أن البعض يقول مستضرفا أنه آنا للرجل أن يطالب بالمساوات مع المرأة فهي قد انتزعت كامل ما كان يعد امتيازات للرجل دون أن ينتقص شيء من امتيازاته الأصلية كامرأة مدللة لكن ما تفتقده المرأة اليوم هو ذاته ما يفتقده الرجل وأقصد إنسانيتهما المنقوصة لم يعد ثمة سلطة لأحد أو حتى سلطة قيمية ما على أحد الرجل مهان اقتصاديا ومهمش وغير قادر على وظائفه الأساسية كمعيل ما يجعله بالتالي متساويا مع شركته دون أن تضطر لإحتاذ جلبة أو ذلك الزعيق القديم عن المساوة كلاهما المرأة والرجل ضحية امتهان متعسف المجتمعين وكلاهما منتقص الحقوق ومسلوب الرفاهية من هو المجتمع؟ أقصد السلطة التي أودت بالرجل والمرأة كليهما إلى هذا الحد وجعلتهما ضحية بذات القدر هل هي الحالة الاقتصادية التي أضعفت كثيرا من سلطة رب البيت وجعلته مجرد شريك في عائلة طائفة تنتظر أم هي المنظومة الاجتماعية المتغيرة بحيث لم تعد الأسرة وحدها تتحمل مسؤولية التربية والتنشئة المحصلة هنا أن الأب والأم فقد الكثير من سلطتهما في البيت كما فقد أيضا جزءا مهما من كارزم المرأة والرجل في علاقتهما الشخصية بحكم اهتزاز ثقلهم الاقتصادي والاجتماعي كل على حدة هذه الحالة من الضعف والهوان التي يمر بها الرجل والمرأة الأم والأب كسلطة عائلية سببهما الرئيس أنهما لم يعدى قادرين على إدارة المؤسسة بسبب الترد الكبير في الحالة المادية ومن يفقد سلطة المال أو الإعالة أو القوامة بالمصطلح الديني يسهل التطاول عليه ويسهل تجاهله وازدراء مصطرته القيمية من صحيفة الجارديان البريطانية نستعرض أبرز الصور المتنوعة والتي تم التقاطها من مناطق مختلفة حول العالم لتعبير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تحمل رسومات الكاريكاتير الكثير من الأفكار والمواقف المعترضة ويلجأ كثير من أصحاب الرأي إلى التعليق حول الأحداث بأشكال فنية توصل رسائل أعمق يبقى أثرها طويل مجموعة من هذه الرسوم نتابعها في جولتنا لهذا اليوم اشتركوا في القناة بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة نلقاكم غدا بإذن الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر